اشتركوا في القناة ومسؤول عن تزويد المساعدات التطويرية والإنسانية للأطفال بكل أنحاء العالم وقد ربح جائزة نوبل وهي الأولى التي تم إعطاؤها لمنظمات ومسؤول عن تزويد المساعدات التطويرية والإنسانية بالرغم من إدراكها ووعيها الكامل بجمع التبرعات رليفورك عمل إغاثي والبحث إلا أنه قليل من الناس يعرف أصل المنظمة بشكل كامل يتم دعم اليونيسيف من قبل المساهمات الحكومية التطوعية المنظمات الغير الحكومية المؤسسات الشركات واشخاص ذوي طبيعة خاصة ولا تتلقى أي تمويل من مستحقات الأمم المتحدة فهو أفضاء فاندريزينج إذن بايونيسيف تيرتي سيكس ناشون الكوميتي طبعا معظم التبرعات يتم القيام بها من قبل لجنة سبتة وثلاثين ليونيسيف دفلنتري سبورت أفمليون أفبيب والهزي التطوعات تدعم ملايين الأشخاص الرامل حول العالم شركاء في الحكومة سيفل السوسية المجتمع الأهلي برايفت سكتور وقطاعات خاصة يونيسيف تم إنشاءه على اليونيسيف بستة واربعين وبدأت بمهمة محددة وبدأت بمهمة محددة بتقديم الطعام الإغاثي والعناية بالصحة للأطفال في الدول طبعا عطيت للأطفال والدول اللي دمرت نتيجة الحرب العالمية الثانية تغير الاسم للصندوق الإمام المتحدة لدعم الأطفال لأنها احتفظت بالاختصار الأصلي بعد أن يكون محددة بعدما بشكل رسمي تم تبنيها كفرع دائم أطفال ون لكن للن لن 1954 العليم وقد تغير مجموعة تغير من الناس وغير ونكسس وقت في العالم طبعا الوكالة هي بين المنظمات الأكثر انتشارا ورفاهية اجتماعية موثوقة في العالم ثو إنها هادت قواتر من خلال الإهتكور يعني المركز الرئيسي موجود في مدينة نيويورك. طبعا هي بالرغم من انه هي موجود هاي بمدينة نيويورك المركز الرئيسي لكن هي لها عمليات باكتر من مئة وتسعين دولة. تركز على رفاهية الأولاد في المناطق الحطيرة. منذ العام 2006 ركزت المنظمة على بعض المواضيع على بقاء الأطفال وتطويرهم أيضا التعليم الأساسي والمساواة بين الجنسين أيضا حماية الأطفال والدعوة السياسية والمشاركة طبعا اليونيسيف هي لاعب أساسي تعمل اليونيسيف خلال الطوارئ بالإضافة إلى دعمها لتطور الدول للأطفال أو خلافا لذلك ضحية يونيسيف تعتقد اليونيسيف بأن كل طفل يستحق أن يتربى في عائلة محبة وانت صبورت انتركان تري و هي تدعم انتركان تري الدب شن أتبني بين الدول عندما يجري بطريقة إخلاقية in accordance with prevailing law وفقا للقانون السائد and best practices. At the same time, في نفس الوقت UNICEF works to support families. تعمل UNICEF على دعم العائلات in need التي بحاجة so that no one ever feels لألا يشعر أي شخص ومجبر بالفقر وعدم الأمان لتعرض لأطفال يكبر كطفل. طبعا هي أدبتد من UNICEF هذا المقطع وهي النص هو مقتبس من الـ UNICEF. أقرأ النص وأجب عن الأسئلة التالية. أولا ماهي الأهداف الرئيسية للـ UNICEF تاسك بي ماتشة ديسة 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 ديسة. نعم بقصة هذه التعاريف بالكلمات المضاءة بالنص. نعم بقصة ديسة ديسة ديسة. نعم بقصة ديسة ديسة ديسة. قصة ديسة ديسة. نعم بقصة ديسة ديسة ديسة. نعم بقصة ديسة. أو تستحسن منظمة ومجموعة من المنظمات تعمل سوية لغرض معين هل الفكابيولارية اللي عندي هون المفردات عندي بريفكس حكينا نحن بدرس القراءة على بريفكس هي عبارة عن حرف أو مجموعة من الأحرف نضيفها لكلمة اللي تعطي معنى مضاد لإلهم أو معنى سلبي اللي عم بيقول هو استخدم الكلمات بين قوسين لإكمال الجمال عم بيقول أنه حط اللاحقة الضرورية وضع الكلمات في الشكل الصحيح عندي وانا تشيلدرن لوف أنرابينك بيرسلس أت كريسماس تايم الأولاد يحبون فك الطرود في عيد الكريسماس هلأ انتبهوا هون أنا ليش حطيت أنرابينك ليش حطيت آي انجي لأنه بعد لوف بيجي فعل مع آي انجي تمام إذن هلأ انتبهوا قال أنه حط الكلمات بالشكل الصحيح تمام يعني مشان هيك أنا بدي حطهم مع آي انجي لأنه في قبل لوف هلأ تو عندي أنا تقريبا وجدت بأنه لديه رأي مختلف رأي مختلف أو غير يعني غير معتاد يعني آراء وغير معتادة يعني غير مو متعودين هنا نعاين آراء فأنا غالبا إنه غير متفق معه هيك بدأت تكون لأنه نحن ننضيف لأجري يتفق سحطينا لأجري بصير غير متفق تمام على ثلاثة أنا متأكد أنه يكذب لكن هي سوف تكون صعبة عليه أن فراغ قصته طبعا عندي الفعل يثبت أو يبرهن كيف راح يصير بس نعمل العكس منها ما تنسو بعد خطاب مختصر ذا منستر فراغ ذا نيو ستاتشو وعندي فيل ستاتشو وعندي فيل اللي هي حجاب أو ستار هلا المنستر يعني وزيرة فراغ ذا نيو ستاتشو التمثال الجديد وعندي فيل فايف اتوك ذا ريموفل من أن أورتو فراغ أور تينكس فرام وعندي لود طبعا أنا أخذت من رجال التحميل ساعة ل لود تحميل ويجي عكسا نحن بدنا ناخذ العكس أشياء أنا من من الفان سيكس هز فون واز فراغ لود تحميل لود تحميل لود وعندي تحميل ويقول واتبهوا أني أنا بدأ أخذ من العكس عم يقول هاتفه لم يتصل لأنه كان لم يدفع الفاتورة الأخيرة أو لأنه لم يدفع الفاتورة الأخيرة ما معرفش حطيت كان أوكي الجرامر اللي عندي هو أشكال المستقبل عم يقول عم يقول بإمكاننا أنه نحكي عن المستقبل بأشكال مختلفة للفعل أول شي عندي يعني يعني هي سا أو سوف إذا ضفت الله ناط بصير مثل ما يكون شايف هنا بس هي مختصار لإلى يعني سوف لن عم بيقول عم بيقول مستخدمة للتنبؤات يعني عم بتنبأ مثلا عن طقص أو عن شي ردسير أو القرارات المفاجئة مثال عم بيقول يوما ما سوف تسافر الناس إلى المريخ anything to drink sir هل تريد أن تشرب أي شي يا سيدي I will just have a glass of water please سوف أخذ كأس من الماء من فضلك ثاني شكل عندي هو فعل يكون مع كلمة going to going to أو من كل هي كمان معناتها سا أو سوف عم بيقول we use be going to for actions that we have decided or intended to do before we speak إذا نحنا مستخدمها لشكل going to لما عندي أفعال نحنا مقررين أو ناوين إنه نحنا نعملها قبل الكلام example I am going to clean my room this afternoon يعني I decided to clean it this morning يعني أنا كنت مقرر إني أنا أعملها شي مخطط لإله مما تتألف جملة going to فاعل فعلكم going to فعل بالمصدر وتتمت الجملة will جملتها فاعل will فاعل بالمصدر تتمت الجملة ثالث شي عندي هو present symbol كمان الحاضر البسيط كمان بيعطني شي للمستقبل عم يقول we use the present symbol with the future meaning يعني بنعطيه لمعنى مستقبل to talk about a time table or schedules يعني لما بيكون أنا عندي برنامج أو بيكون عندي جدول عم بيقول example the train to the airport leaves in 20 minutes انتبهوا أنه هنا أنا في عندي time table في عندي برنامج ماشيين عليه أنا حطيته بالحاضر البسيط لكن يعطي معنى المستقبل أنا أعطيته بالحاضر البسيط لكن هو يعطي معنى المستقبل عم بيقول كمان after conjunctions such as when as soon as after before until as long as كمان نحن بيكون في عندي مستقبل عم بيقول can you write the report before we hold the meeting عم بيقول for present continuous كمان present continuous كمان بتعطي الحاضر المستمر كمان بيعطي معنى المستقبل عم بيقول we use the present continuous to talk about things we have arranged in the bus to do in the future يعني نحن لما نكون مرتبين للقيام بشيء من بالماضي وبنا نعمله بالمستقبل فبيقوم بالحاضر المستمر عندي example a bank wrote to stephen and asked him to start work next week كتب stephen وطلب منه ان يبدأ العمل الاسبوع القادم he's starting a new job next week هو سوف يبدأ عمله الجديد او العمل الجديد next week الاسبوع القادم هلا عندي 5b about 2 يعني فعل الكون عندي يقول we use about 2 to talk about something likely to happen in the immediate future عن ان يحدث في المستقبل القريب عم بيقول انا تقريبا سوف اصافر الى روما لمؤتمر يعني بمعنى انا سوف اغادر قريبا يعني حوالي تقريبا حوالي قريب سوف اذهب الى روم بس هيك عطت يعني i am about 2 الاسيك future continuous عندي المستقبل المستمر will او وانت اذا عندي نفي مع ب مع verb مع ing يعني هذا الverb اللي بدي يحطه بعد بي بدي يكون مع ing نحن نستخدم المستقبل المستمر إذا حتى نحن نقرر او نحن نتنبأ عن احداث مستمرة بفترة زمنية في المستقبل يعني يعني سوف اكتب التقرير طوال الاسبوع القادم شوفوا انا عندي عمل مستمر كل الاسبوع القادم وانا عم بشتغل على الرب طيب عم بيقول كمان حتى اسأل عن خطط لهذا الشخص اللي قدامي كمان مثال عم بقول كم صار لك تستخدم هذا الحاسوب اللي هي النقطة السابعة اللي عندي هو آخر نقطة عم بيقول الحاضر التام المستقبل مع ه يعني التصريف الثالث عم يقول نحن نستخدم للحاضر التام للمستقبل للحديث عن حدث مستقبلي سوف ينتهي قبل وقت محدد في المستقبل يعني ما يحكي عن شغلات بالمستقبل ينتهي هو هذا الشيء او هذا الحدث قبل وقت محدد او فن ويز بي فور باي غالبا مع بيفور باي بد يكون بعد وقت ثابت او مع كمي من الوقت او وقت محدد عم بيقول باي the end of the year هي باي the end of the year هي هي الفيكس التام اللي حكينا عنا او بحلول نهاية العام سوف اكون قد اعطيت نفس الخطاب لستة مؤتمرات تمام فهي انا عندي ايها باي مع فكس التايم يعني هي و اين مع كمية من الوقت يعني فترة زمنية عم بيقول في فترة اسبوع سوف اكون قد اعطيت ال 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 تمام تاسك اي عم بيقول في ستة من الجمل التالية هناك فعل بالصيغة الخاطئة ضع خط تحت كل خطأ واكتب التصحيح عندما سأجد الجواب سوف ادعوك تعرف شوف انت بيقول انه خطأ حط الياه على الجنة يعني هي لازم تكون فاين تمام يعني بس بدون فمشان هيك هو يصلح لي وعطاني ال عندي امتحاني ينتهي بسبع وعشرين من حزيران سترى اي اي امتحاني امتحاني بسبع وعشرين من حزيران سوف اقوم بتسليم اشعاري لهذا العمل بعدما احصل على الاتفاقية للعمل الجديد سأرسل لك رسالة رصية قبل الانطلاق لا يصل البس حتى الساعة السابعة ونصف في المساء حصلت على جدول رحلة اليابان نحن تقريبا نطير الى توكيو في الساعة العشرة ايام صباحا ومنذي يوم الاثنين ومن ثم نسافر بالقطار الى قيوتو لليلة واحدة في اللحظة التي اتلقى بها نتائج سوف اتصل بك تاسك بي عم بيقول اكمل اكمل النص اما ما هي امالك للمستقبل عم بيقول وان اتحار توميك توميك اتحار امالك اتحار 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 ربما في عند الفعل يجد مهنة جيدة أو عمل جيد ومن المحتمل أني أخرج فراغ طبعاً مع نفس الأصدقاء أيضاً عندي 2 بوقت اللي أنا فيه بعمر الستين أعتقد بأن تقريباً كل شيء يتغير وكل شخص طبعاً عند الفعل يحاول الأفضل طبعاً لهم تؤدبت تكيف مع الظروف الجديدة على سبيل المثال لا أستطيع أن أتخيل أننا نستخدم سيارات لأنه من ثم لأن معظم النفط في العالم ينفز فراغ طبعاً يسافرون فراغ في سيارات الإلكترونية أو ربما نحن نمشي بالطبع في كل مكان أمل أن العلماء يحلون مشاكل التلوث لكن من يعرف ربما بعض المشاكل الأسوأ الأخرى وقم فراغ تأتي بعد ذلك ترجمة نانسي قنقر